ورجع نقالكو بعد الفاصل بنرحب باستاذ محمد المطري أهلا بسيادتك وبنرحب باستاذ شريف أهلا بسيادتك شريف بادر أهلا بي وطبعا معانا أسد المحاماه المستشار أحمد حمزة هنتكلم بقى عن حاجتين مهمين قوي المراس وجرائم الإنترنت نبدأ بمين الأول زي ما حالك شوف طيب نبدأ بحضرتك تمام نبدأ تحب نتكلم عن مراس الأول ولا جرائم الإنترنت والله بالنسبة احنا خلينا في جرائم الإنترنت بالنسبة للجرائم الإنترنت نظرا لتطور الشديد في المعلوماتي وفي الإنترنت والشعب المصري كله أصبح دلوقتي متابع لجميع مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي واليوتيوب فأصبحت الجرائم الناشئة عن تلك الأدوات أو تلك المواقع أنا دلوقتي لما بقوم أشاير معلومة أو أكتب معلومة هي بسرعة الدوق انتشرت فكان يجب على الدولة ملاحقة تلك زلك التقدم التكنولوجي طبعا الدولة قامت جاهدة وفيه قوانين اتشرعت وفيه قوانين أصدرت ومجلس النواية بتفضل بالموافقة عليه والقوانين فعلا بقت حاجز التنفيذ احنا دلوقتي عندنا هنا مشكلة وهي آليات تنفيذ تلك القوانين وزارة الداخلية أنشأت إدارة خاصة بجرائم الإنترنت والمعلومات اللي بقت للأسف عليها ضغط جديد جدا وعليها كمية أعباء أنت من جمهورية مصر العربية كلها بتجه لإدارة واحدة تكلمنا احنا تكلمت أنا في الموضوع ده مرة وكنا بالناشد أن احنا نخلي في كل محافظة في كل دايره في كل اسم مكان المستشارة حمد حمزة تكلم على الموضوع ده فعلا قبل كده في حلقة سابقة وناشد فعلا نزارة الداخلية بإنشاء مقر في جميع المحافظات على صفحات البرنامج عصد تقولي كتير قوي أن هما بينتقلوا من الأقاليم بيجوا مخصوصا عشان يروحوا مباحث الإنترنتهم مع المدحومة في العباسية فده بالنسبة لهم مشاقة كبيرة جدا احنا بقى عندنا ظاهرة غريبة جدا وهي الظاهرة دي بدأت في قونة مثلا 2011 بعد الثور وهي أن أي حد دلوقتي بيعمل شير مع موبايل بيطلع موبايل يصور أي حد يصور أي وقع سواء كان هو موقفه قانوني أو غير قانوني ويروح مشاير ويروح بعد بقى في انتهاكات دائمة وقوية جدا وغير طبيعية على حقوق الحرية الشخصية القانون المصري والمشرع المصري أقرب الحرية الشخصية يعني أنا في بيتي من حق أعمل أي حاجة أنا لو قاعد في اجتماع مغلق بيني أنا مثلا وسيادة المستشار وحضرتك إحنا قاعدين لو قاعدين في اجتماع مغلق مش مبسع على الهواء من حقنا نقول أي حاجة تمام المشكلة اللي بقت ملاحقة لتطور التكنوليش ده إن أنا دلوقتي كمواطن قاعد ممكن هسجل لك وانت قاعد أو صور لك وانت قاعد أقتص أو أكتزئ تلك المقاطع اللي أنا قمت بتصورها خلصة دون موافقتنا طبعا أنا لو عارف أنا لو بتصور زي ما إحنا قاعدين بنتصور كده كلنا عارفين إن إحنا بنتصور كلنا هنبص الكاميرا كلنا موافقين اللي للأسف بقى يعني انتشر بصورة غير طبيعية وبصرعة غير طبيعية إحنا مش عايزين نقول السبب فيه هو تطور التكنولوجيا لأن التطور التكنولوجيا ده لازم وضروري ولازم الدولة توجبه بس أنا أعوضح لحياتك من قطة برضو مهمة زي ما فيه شر فيه خير يعني ممكن يعني ممكن أو أسلح سوحدين تمام أنا بثبت بيه جريمة أو بثبت بيه وقعة أنا مع حضرتك لقيت وقعة في الشارع بس وقعة الشارع هي وقعة علنية مش شخصية ما فيهاش حرمة حياة خاصة ما فيهاش حرمة اقتماع خاصة خلينا نوضح برضو المشاهدين القانون في الحتة دي بينص عليه احنا عندنا القانون هنا بيتكلم في المدة 309 مقرر من قانون العقوبات وقد جرت بيقول إيه يعاقب الحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بقى نرتكب أحد الأفعال قتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجن عليه بحط 100 خط تحت بغير رضاء المجن عليه دي رقم واحد استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه وحدثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون اتنين التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص كما جرى نص المدة من 309 مقرر بيقول إيه بعقوبة يعاقب بالحبس كل من أذع أو سهل إذاعت أو استعمال ولو في غير علنية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة أو كان بذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أمر بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشارع إليها لحمل الشخص على القيام بعمل أو الامتناء عنه ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما قد يكون استخدم في الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ده نص القانون اللي كان في انتهاك حرمة من منطلق المادة 309 عايزين ندلي بمثال وهو احنا طبعاً من المتضمنين مع المشارع رحمة حمزة وقضيته الحمد لله يعني مصر كلها أخبار الأضياء إيه وصلت لفين الأضياء والله أنا بصفتي أحد المتضمنين مع المشارع رحمة حمزة ربنا معاه طبعاً ووفقه في الحق في كمية تعديات وكمية مؤامرات وحيكة في القضية دي غير طبعية يعني أنا كراجل محامي إحنا عايزين يعني أنا عارف القضية نفسها شاركة إحنا الموقف اللي تعرضنا له بمعنى إيه اللي كله بقى يعمل شير 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 كله بقى يعمل شير شير وصلنا بقى وصلنا أنا عايز أوضع لحيك نقطة وصلنا اللي كله عمل شير وفي الآخر الموضوع متفابرك وخدنا حكم الموضوع متفابرك ممكن تشرحنا الوضع ده الوضع ده تم تصوير فيديوهات مقاطع فيديو خلصة للمستشار أحمد حمزة أثناء اجتماعات ولا في وضع مخل ولا في أي حاجة خالص ده الفيديوهات دي أو المقاطع دي بعد اجتزاقها اتخذت كدليل لإدانة للمستشار أحمد حمزة بغير دليل بمعنى تقدم أحد الأشخاص بإبلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر للإدلاق بشكايته بيقول أنا واحد بيحرد على قتلي وبيستعين ببلطغية وبيحرد على يعني هو عمل فيديو عمل فيديو مكتزق وفابريكو واكتزقو واقتصو واعاد تركيبو واتخذ هذه المقاطع اتخذت كدليل في قضية نشوف بقى يعني احنا من غير ما نتتغرق في صلب الموضوع لأن الموضوع دولي حيز التحقيق أمام الجابة العامة احنا بس بنقول أشور بنوضح للرأي العام حق رد يعني أنا برد على فيديوهات معمولة دي اتخذت كدليل المسألة القانونية البحث هنا هل الدليل ده اللي أنا باخده بحطه في أدلة ثبوت الدليل ده مشروع ولا غير مشروع هنا يتحدث القانون هنا يتحدث القانون ويفصح القانون عن مدى مشروعية الدليل لاعتباره دليل أقدر أخده كأدلة ثبوت على متهم طب نطلع فاصل ونرجح تاني نكمل سريع فاصل سريع أقل من دي ان شاء الله نطلع فاصل يا جماعة ونرجع لكو تاني شكرا شكرا ورجعنا لكو تاني عزانا مشاهدين عايز أقول لكو بجد ده أول مرة أقول على الهواء المتشارة أحمد حمزة كل الأوادي الرأي العام خدها مجانا بدون أي مقابل وأنا والله العظيم بجد قضية زين الشهيد زين بدون مقابل أوهدي كتير قوي ومكتبه مفتوح 24 ساعة لأي حد وأنا بجد يعني سعيد جدا ملائي يعني محامي قانوني في الاستشارات القانونية أي حد بيخبط على مكتبه بيخش معاه أو معهوش فريد دي حاجة جميلة طرمه صعب حق طرمه صعب حق طرمه صعب الحمد لله والله الشهادة دي هي شادعة الزبية جدا الندير سالة أنا عايز الناس تفهم الندير سالة أسأزينكم تحطوا رقم ساعات المتشار بعد يزنوك يا جماعة وتحطوا الرقم بحيث برضو مش مشكلة موجود طيب حطوا الرقم طيب نكمل موضوعنا أنا دلوقتي تم التعدي على حريتي تم التصويري خلصة تم اجتزاء تلك المقاطع التي صورت تم ارفقها في قضية كدليل ثبوت علي أنا نفسي بلغت عن تلك الوقع بمجرد علمي يعني أنا اللي أنا عايز أفهمه إزاي أقدر أخذ دليل أصلا مطعوم فيه متبلغ فيه يعني إحنا قمنا ببلاغات وشكايات عديدة أمام جميع الجهات بمجرد نشر تلك المقاطع ومن قبلها طب أنا كمواطن تمام تمام ولقيت نفسي ناس عامل لي شير كتير كتير شير 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 وهم مثلا حوالي مثلا 3040 واحد 3040 واحد لو عملوا شير هيوصلوا ل300 300 عملوا شير بقوا 3000 بقوا 4000 بقى نصف مليون مصر شافتها قانوني بقى أعمل إيه ساعتها القانون حدد إجراءات للموضوع ده أنت كل ما عليك كمواطن هو أنك تتوجه للإدارة العامة لما بحث الإنترنت هو المعلومات بتتقدم بشكوى بيفحصوا شير تلك الشكوى بيفحصوا الصفحات اللي تم إزاعت عليها بيشوف مين اللي زع الحمد لله إحنا يعني بقدر كبير جدا الإدارة بتاعت وزارة الداخلية إدارة المعلومات والإنترنت ببحث عن المعلومات والإنترنت ربنا أوي هذا شغال بغوشين ساعة بيتواكب فعلا يعني على قد ما أقدره ولكن بيبقى فيه أحيانا فيه مشاكل وهي أنه لو فيه سيرفر اللي نشر أصلا من خارج مصر فده لما بدون الناس نوصلوا وده اللي احنا بالفعل عملنا فيه محضر تم قيده وتوجهنا بشكايتنا إلى مباحث المعلومات والإنترنت رفقة المستشار رحمة حمزة للتبليغ عن تلك الفيديوهات التي تم اكتزاقها وتم تصورها الفيديوهات المتفابريكة ما تعالجتها عن نيابة قرار النيابة إيه ووصلنا لفين قرار النيابة حتى الآن فيه جنحة تم تحريكها بالفعل وتم تحديد لها جلسة بعد تحقيقها تحقيق قضائي رسمي تحقيق قضائي كامل من تحريات بس الوضع المتفابريكة وضع حديدتهم دي الجنحة اللي هو يا أصدر الشريف دي اللي احنا عاملينها دي الجنحة أنا عايز برضو وضح لكم حاجة برضو جماعة مهمة جدا بنامجنا بنامج محايد بس هو الواحد بيقول كلمة الحق ممكن حضراتكو تقولوا إنت متحيز بس أنا كلمة الحق أنا عارف بس أنا عايز أوضح برضو رسالة مش هدين هو أصوص متولة مش متحيز هو برضو تعرض لشوية ضغوط في القضية دي وشوية حبه برضو إن هم يخشوا معاه في حتة مش بتاعته إن هم يخاولوا مع علمين كتير وصحفين كتير إن هم يمنعوني نشر أخباري وإن هم يمنعوني في حاجات كتير فهو يعني هو شاهد كمان برضو معانا في القضية في القصة دي وشاف الناس دي كانت بتعمل إيه فأنا بسألك بحكم الأخوة أنا عايز تحكي إنت للناس إنت إيه اللي شفته من الناس دي وإيه اللي إنت عرفته منهم أنا عايز أوضح لحياتك نقطة برضو يعني بنامجنا محايد بس أنا شايف مش أي حد يعمل شير يا جماعة مش أي حد يشوف حاجة يعمل لها شير ما إنت لازم تتحقق منها زي على سبيل المساهل أنا شفت حاجة عملت لها شير رجعت تاني قلت لأ قدميت فابريكا القانون مجرم ده كمان يا فاني المعلومات المغلوطة القانون مجرم مجرد إن أنت تشيرها مجرد نشرها ومش شرط إن يكون حداك السؤال يعني الفيس الأول كان نعمل دلوقتي بقى نقمة نقمة لللي بيسيء استخدامه تمام ما عفوينه ما إحنا أقولنا زي أنا أعايز أقولك عايزة هو بيحتل خير في إيه ممكن مثلا طفل تاية ممكن نوصله بسهولة بنلاقي بنلاقي من المسمى بتاعه اسمه مواقع تواصل اجتماعي تمام عشان الناس تتطمن على بعض وتواصل مع بعض بعض الناس بيستخدموا تلك الأدوات أو تلك الوسائل اللي هي المفروض موجودة عشان نستعملها في الخير ونستعملها كتواصل اجتماعي بيستخدموا تلك الأدوات غلط إساءة الاستخدام نفسها دي جريمة تمام النصر نفسه ده جريمة إحنا أخيرا نرجع للموضوعنا حشان ما نبقاش روحنا بعيد ماشي ماشي لأن الموضوع مصطفيد جدا وممكن نتكلم فيه تمام أنا بتكلم ردا على فيديوهات منشورة مقتزعة زي ما قلنا تمام إيه اللي أنا قمت به قمت بتحرير عدة محاضر وعدة بلاغات عديدة معانا أرقامها ومعانا صور رسمية منها ممكن نعرضها ممكن نعرضها مباحث الاتصالات آه يا ريت نعرضها أي حاجة يا ريت تبقى مستند عشان برضو المشاهد بس تكون مخطومة يا ريت يا فاندم معانك يعني لو نقوم بير حضرتك دهت محضر بمباحث الاتصالات برضو جرائم انترنت ومعلومات وجرائم انتصالات استعمال وسائل اتصالات المحضر معانا هو بالفعل أمام النيابة منظور أمام النيابة في العرض احنا مش عايزين نتطرق بس التحقيقات النيابة اللي هي حتى الآن في منها بيعتبر سري يعني حصا على سرية التحقيقات قدمنا بلاغات على الفيديوهات دي اللي للأسف اتخذت كدليل احنا مش عارفين ازاي انا مقدم بلاغ على دليل او على جزء معين اتخذ دليل لقيه ضدي في جهة تانية الحمد لله النيابة بتاعتنا والقضاء بتاعنا واعي جدا الحمد لله حصلت حاجة طرفة جدا ان احنا اتسألنا على سبيل الاستدلال وليس متهم ولا ما يتم توجيه اي اتهام بل بالعكس المصرح مات حمزة اتهم من قام بالتصوير وقدم البلاغات اللي هو عملها كلها في جميع الجهات الحكومية والرسمية اللي هو كما في ضوء ما نص عليه القانون تمام قدمنا تلك الفيديوهات المستندات المقدمة امام النيابة على اقرارات رسمية طيب فيه بقى حاجة بقى المواطن اللي هو يعني يعني هو مش عارف بقى يعمل ايه لقى حد بيسته يعني ايه مثلا واحد مثلا خد صور من بنت وهددها انا قلت ساعتك كل اللي عليها ان هي تتوجه الى ادارة تباحث الانترنت المعلومات تمام وتعرض او توريهم الاكاونت بتاعها او الصفحة الرسمية بتاعتها او صفحتها الشخصية على الجهاز هما بيقوموا بالمتابعة بيتابعوا السورس او المصدر لنشر تلك الفيديوهات او نشر تلك السور او نشر اي محتوى منشور وبناء عليه بيتم تحويل او تصدير البلاغ حالته الى الاسم التابع ليه مكان اللي نشر الحمد للامة الادارة العامة البحث الانترنت والمعلومات وعية جدا في النقطة دي هي بتتحرط دقة لدرجة ايمانية بتجيب المصدر الاي بي بتاع الجهاز طب انا هقول لك معلومة المهمة قوي اعلامية مشهورة جدا مشهورة جدا من نوذكر اسمها تلاقيت بس مباشر بس كامبيرها اللي حصل واكيد مصر كلها عارفة الموضوع ده حد بعت لها رسالة قال لها يخش على الرسالة دي عشان نحدد موعد برنامج مشهور ده قيتها الرسالة اتاخد منها اتاخد منها الفيس اتاخد منها كل حاجة واجاب يا فندي واجاب ورجع يا فندي واجاب في 24 ساعة طيب في 24 ساعة طيب ده يزبط لك ايه اللي احنا عندنا قوة عندنا فيه خيادة وعية ده حقيقي فعلا احنا فعلا من مكاننا ده بنوجه كل التحية وجابوه وجابوه منين جابوه بالاي بي بتاعه واجابوه من مكانه من مكان الحمد لله فيه تلاحق للتطور وهي تلعت ما شاء الله وتلعت بسهم باشر بتشكرهم طبعا وفي نفس الوقت ده حاجة قويسة طب معالي المسشار محمد بي وجهتك القضية بتاعة الانترنت او الشير وجهتك قبل كده فيه وعد الناس جوب قالوا لك مثلا احنا وقعنا في مشكلة زي كده هو الحقيقة المفروض ان الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لكل الناس تستخدمه وهو كأي اختراع تكنولوجيا حديث زوج هاي وزوج حديث كالسكين امكن ان تقطع بها التفاحة امكن ان تقطع بها رقبة اي انسان تمام فمحتاجين احنا كثير من التوعية وكثير من الرشد في استخدامها وكثير من الوعي الاجتماعي الذي يحتاج الى تغيير الثقافة اللي مجرد انك تلاقي وانده منك تكنولوجيا وشيء استخدامها وشيء استخدامها لانه بالاساس مفيش تغيير اجتماعي صحيح مضبوط ولانها تكنولوجيا حديثة مبهرة ومبهجة واحنا طلعنا مباشرة من السقافة الورقية للسقافة الرقمية دون تمهيد ودون وقت كافي فمحتاجين وعي جامد اجتماعي عشان نستفيد من نزيد التكنولوجيا ونحصل على مزاياها دون نتعرض لمشاكلة تمام معاك يا جيربي تمام احنا بس عايزين من المنبر الاعلامي ده بنطرح قضية على مرأة ومسمع من كافة الشعب دلوقتي يعني يعتبر المسر حمد حمزة بسم الله ماشه قضية بقى ترند ده حقيقي كلها عارفة بقضيته هي قضية من صغيرة هي قضية كبيرة في علام ولكن الانحراف من ساحة القضاء الى ساحات مواقع السوشيال ميديا هو ده الغلط الحروب اللي بتقام والكيدية في الاتهامات ومحاولة اقهامه في العديد من الاضايا هو ده الغلط واجب علينا حين ظهورنا ومصولنا امام منصة اعلامية على مرأة ومسمع من الشعب كله ان احنا نوضح حقيق احنا بنتكلم في حقيق انا اسمي اقولك امرك يا ريسي يعني مثلا لو حد معاه فيديو مثلا عايز يعني يهدد بي حد هيخش على الفيسبوك هيمونه وفي نفس الوقت في الالان الممون في الالان الممون هيحط مثلا انا جايب لساعدتك مثال حي مثال حي جدا قضية كل السبب فيها جريمة اولكترونية شعبه كله سمعت بيها ومصر كلها سمعت بيها ووصلت منصات النيابة العامة ووصلت منصات القضاء موضوع توسع السبب فيه كله جريمة اولكترونية مصر كلها بتتكلم والقضاء بتتكلم والنيابة بتحقق ومباحث شغالة على جريمة اولكترونية الغرض منها كل الغرض منها ان انا اضغط عليه وان انا اكرهه على ترك وكالته وان انا ارغمه على ترك رسالة وهي محملة على اكتافه الى الوفاة ربنا طبعا يدينوا ستاحة طريقة العمر بس الى وفاته احنا كمحامين من اجل ارتداءنا السواد لو شاح الاسود وهو روب المحامات الجماعة اللي احنا عايزين نوصلنا دي رسالة ما ينفعش لا يجوز التخلي عنه اي حد في حياته عنده رسالة نقنن الوضع ده ازاي ساعة نقننه ازاي يعني عايزين نعمل تقنين الوضع بمعنى مش اي حد ياخد فيديوهات ويعمل تموين على الفيس او يعمل يدفع فلوس عشان دي تشاف اكتر الحل طبعا احنا عارفين ان احنا معناش ما فيش مقر للفيسبوك في جمهورة مصر عربية هو في مريكا فطبعا احنا عشان كده ده يعني اليوتيوب فيه سيطالة شوية عنه مظبوط لكن الفيسبوك ملوش مقر اداري هنا في مصر فده هو ده المصعب المأمورية علينا تمام ان برضه هما مش هيخضعوا لاي رغبات لنا احنا زي ما نقولت احنا نحاول نحجب نمنع يعني احنا عندنا التكنولوجيا والاليات اللي تقدر تمنع وتحجب مواقع وانا كان لها كنت رافع دعاوة معينة بربحك بمواقع معينة ويعني ده اللي نقدر نقدر نغلط العقوبات نقدر يعني هو ده اللي نقدر نعمله نقدر نطلب بتغريز العقوبات نقدر نواكب تنوع الجرام الترنيا عقوباتها كم سنة هي حاليا بتاصل من ثلاثة لخمسة من ثلاث سنين الناس ترتدع يعني انا اخر من ضمن طلباتي برضو ان انا كنت بطالب حتى الشير يعني حتى الشير بدون تأكد من المصدر ده يعاقب عليه يعني ده يعاقب عليه قانونا يعني مش اي حاجة كده شيرها وخلاص انا عايز اقولك الفيسبوك ممكن لو احنا 100 مليون مصري احنا ممكن يكون فيه مثلا حواليك 40 مليون اكاونت فيس او ممكن اكتر اكتر من يقدر يساعدها ال 40 مليون فيه توعية مابد من التوعية توعية للمواطن نفسه لان فيه بعض المواطنين يجهلوا القانون يعني خلينا صراحة مش كلنا نعلم بالقانون فوجب على العالم بالقانون توعية الذي لا يعلم بالقانون فيه ناس من غير ما بتقصد بتشترك في جراهي يعني انا تسجلي فيديو واتنشر فيه ناس اصدى ده وفيه لجانة الالكترونية بتقصد ان هي تنشر ويتمول زي ما حضرتك بتقول وتنشر الموضوع ولكن فيه ناس عادية مواطنين عاديين بيتشارك في الجريمة دي من نظر قصده ان انا شفت فيديو اه ده الاستاذ فلاني ده اش عارف ايه روح مشايره طب ما انت بتشارك طب اقول لك بقى مفاجآت على الفيسبوك بتلاقي حد بيبيع صفحات يقول لك صفحة فيها 100 ألف بعشر تلاف جنيه صفحة فيها نص مليون بخمسين ألف جنيه طب النص مليون دول انت هتتحكم فيهم اي معلومة هتريهم هتوردهم اي حاجة مش هتوقف عند النص مليون ده دي صفحة نص مليون النص مليون لو كل واحد ليه واحد صاحبه بقوا كم مليون ده بقى ملايين كتير مع انا من ضمن الاصدقاء في صفحاتك هشوف كل واحد عنده اصدقاء عند صفحاته هشوف شوف بقى بقوا كم وبقى بزلت بقى التجارة بقى التجارة لنفس الوقت الصفحات الكبيرة اللي بتوصل للخمس ستة مليون يقولك هتريهم اعايز تعمل عندي اعلام بخمسين بمية بثلتمية اللي انا عادة اتكلم فيه ازم تولي احنا طبعا انت عارف مدى يعني الكلمة اللي بتطلع دلوقتي واحنا على الهواء طلقة طبعا مفيهاش كلام طبعا وكل كلمة مننا بتطلع بنتحاسب عليها طبعا هل يجوز ان احنا نستغل منصات اعلامية او او الصحف اللي الناس بتعرف منها اخبارها ان هم يستخدموها في ان هم يضغطوا على حد او ان هم يشهروا به بدون اي سبب او بدون اي يعني بدون اي حقائق يعني هل يعقل انت صحى من النوم تلاقي اخبار كلها عنك انت بتعرفش حاجة عنها ولا تتخيلها ولا عمرك سمعت عنها ولا ليها اساس في الصحة هل يعقل ان ده يتم توجيهه بالمنظر ده مقابل ناس ده فيه مثال اكبر كمان يا بسيات المستشار انت المشكلة ان بعض الجرائد الموجودة في مصر حاليا بقى ليها صفحات على على الانترنت بحي الجريدة لها صفحة الالكترونية احنا عايزين يعني لك ان تتخيل ان جريدة لها اسم ممكن تقع في مشاركة في جريمة وبلاغ وده حصل بالفعل وده حصل وعلى الصفحات الالكترونية نشرة لقيت الجريدة الوافد نازلة لقيتهم ميكالموني المساقس الاعلام والصحاف قيتهم بيكلموني في جريدة الوافد بيقولولي ايه بيقولولي في صفحة كاملة تشهير الناس ده باسمك الناس اللي هم بيجوا وعملوا معي لقاءات وياخدوا معي تصراحات فبقولهم صفحة باسم انا ازاي جماعة طب انا هتكب على واحد مش لازم علينهم اي خبر بين ذي افضل معليك فطبعا انا اتفضلت اكلمت معاني المستشار بابا شوقة تمام قلتهم معاني المستشار طبعا ده اقب لينا واستاذنا كلنا فيه كذا 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 بيحصل في الجريدة هل يعقل قال لي ازاي الكلام ده تب اديني فرصة لشي لو ما كانتش الطبعة انا وقفها لك حالا وبالفعلا هي للأسف كانت الطبعة من تاني يوم ما كانش فيه خبر بينزل المخالف ومن ساعتها اتخذ قرار ان اي حاجة تبقى من خلاله اي اي اخبار بتنزل تخص عشان حساسية الموجودة وان هو يبقى هو المتحدث الرسمي عن جريدة الوبد بدون اي حد تاني مساعد ليه وده كان بسبب القضية اللي احنا بنتكلم عليها ان هو قالك فيه قضايا حساسة وفي المجتمع دلوقتي ما ينفعش ان حد ينحاس بحد او يستغل جريدة او يستغل منصة اعلامية ان هو يهاجم حد او يشهر به يطلع اعلامي برضو المفروض ان الناس بتسمع له والمفروض ان هو على قدر المسؤولية وعلى قدر من الامانة وان هو برضو ايه يطلع ويشهر ويقول كلام مالوش اي اساس من الصحة ويتهم اتهامات هو لا يعلم عقابها او يعلم ويجهل او مثلا المغراتكت اكبر عارفين اقول لي معلك حاجة ويجب على الجهات الرقابية يجب على الجهات الرقابية مرعاة الامانة الامانة الاعلامية ايوة في برنامج هنا او اي برنامج او حد عنده ضمير مهن الى واحد في المية ما ينفعش اطلع اقول مثلا الفلاني الفلاني واحد امسيكو كده اه البخو بالكلام وهو ما غلطش في حاجة انا اقعد اقول ده فيه وفيه وفيه لا يا باشا انت ينفع يعني اطلع نكتب فلاني الفلاني المحامي النصاب يعني النصاب طب منين المتهم بالنصب انا برضو انا محايد انا جريدة طبعا دكتور مكرم انا روحت له طبعا المجلس وعرف بالموضوع ودكتور واستاذ جمال وكل الدين الحمد لله في اللجنة بتاعت المجلس اعلى الاعلام والهجل وطنية الاعلام اهتموا جدا بالموضوع وقدمت لهم الحلقات اللي تم فيها الاهنة ليا وبتخذ اجراءات وابتوح فيها تحقيق دلوقتي طبعا اقول لك نقطة ان شاء الله يوم الثلاث هيتلم القرار الكولتور بيقولي ما تقولش اثير انا مقولش اثير لا تخيل ليه عشان ده كده مهنية اكتر لا 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 احنا بنتكلم على رئيس المجلس الاعلى الاعلام احنا بنتكلم على شخص بصفته لا انا قصدي على الاعلام اللي غلط لا انا مقولش لا انا فاهم لا انا فاهم قصدي حضرتك بس انا مستغرب من نقطة هو جاب اسمك بالتفاصيل واحد حوالي 20 دقيقة لا 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 تمنتاشر وتمانية تلت حلقات تلت حلقات تمنتاشر وتمانية واربعتاشر اجمعهم ساعة تقريبا ساعة على حضرتك ساعة كده ايه او نصر اولا لها من ساعة فاهم العمال ايه ماسك احمد حمزة طب انت تعرف احمد حمزة من ايه انت عندك دليل رسمي فيه انا عشان اقول محامي مصاب او متهم بالنص بلازم يكون معي حكم نهائي تمام واطلعه وقدمه زي ماسك شريف قالك انا معي محضر انت مت رحمة الله موريد المشاهدين مزبوط لكن انا اقول كلام مرسل طب انت كده مأجور يعني انت كده متأمر وهبل انت كده لا تعرف اي حاجة عن المهنية ولا انت اصلا مقايد في انقابة المعالمين ولا انت مقايد في انقابة المعالمين هو اقر بعدم وهو قال له اعترف ان هو مش مقايد تبطلعت ازاي طب انا والله ازعلان طب انا مقدم شكوى رسمية ضده في انقابة العالمين اللي هي المفروض اللجنة التأسال بيقصر وستزد سيم من الناس ما انت الناس عارفة ما انتو مش عايزين اثامي معين ما انت بدي صفة صفة انا انا بخاطب طب ما توقفش ليه ما توقفش ليه طب انا بعيدكم طب ليه دارت القناة ما وقفتوش ايطلوس تعانى ما تغلطش في حد غير ما تكون وافق ليه بقى ليه لوجود علاقات شخصية وإعلانية بتم ومصالح مالية كبيرة وصدقات شخصية بتتم بينهم فطبعا انا امشى ضحف كل ده عشان خاطر لا هطلع وهاجم ايه المشكلة يعني يعني الموضوع شخصنا الموضوع بقى شخصنا هو بيستغل المنصة بتصفية حسابات لعمل مصالح طبعا احنا عارفين اساسه وكان بيقعد عارفين في الاوى فوسط البلد ما كان فهم فاحنا عارفين تاريخه وعارفين شقة احمد عرابي وعارفين حمادة عارفين كل حاجة اخر قضية وكان متهم لسه بسبب وقصفه معانا رقامها وكل حاجة يعني يعني هو لأ لأ عنده لا فيه فيه حاجات موسطة ده عود ده عنده ننقى ننقى ان احنا نشارك بس دي ما كانها المحكمة ودي ما كانها القضاء وانا واثق ان انا اخد حقي هما فاكرين ايه ما هو زي اللي صوروا فابريك تمام انا جالي رسالة عن طريق دلوقت صفحة البرنامج هو يعني غير النطاق بتاع الحلقة بس هو سؤال مهم جدا واحد بيقول مصير رحمد حمزة بالله عليك انت مستشار جميل جدا واسد وربنا معاك ويوفقك وخلي بالك من نفسك واحنا في ظهرنا معاك بس عايزين نيعرف قضية زين وصلت لفين قضية زين الحمد لله الحمد لله احنا طبعا يوم 18-12 احنا كنا عارفين انها كانت دايرة 24 كانت بتنظر في محكمة عبدين برئاسة المستشار المحمد علاء راحت دلوقت محكمة زينهم دايرة 25 بتحدد لها جلسة يوم 18-12 ان شاء الله خلال ايام الاعتقاد السائد بما اننا محامين وفاهمين الدنيا بتمشي ازاي دي اول جلسة هتنظر امام الدائرة الدائرة دائرة دي جديدة تمام قدامها طبعا وهو كانت مؤجلة ومغرم فيها كبير اطباع الشرعيين ومجي لعدم مصوره في الطلب الاولاني تمام وده كان سهل التأجيل فالمرة دي مفروض ان كبير اطباع الشرعيين هو اخر طلب لمحامل المتهمين ان هو طالب كبير اطباع الشرعيين طبعا ان احكمة رفضت كل الطلبات ما عادة هزا الطلب يعني بالطبع اول مرة طبعا انا كواوادي ان انا اضيها معروضة علي بالطبع ان انا اجل عشان اشوف اسمع وارأ والكلام دا كله انا اعتقد ان شاء الله ان الجلسة دي هتكون تنورية للمحكمة وباذن الله اللي بعدها تأجيلة اللي بعدها باذن الله هتتحجز الحكم طب ممكن تطمن بقى فاذا مشاهدين طبعا الاشعاعات اللي بتحصل يا جماعة بموضوع عضية زين في اهله في اخواته ممكن تسألوهم وهم متابعين معايا يوميا تقريبا هو كل كم يوم وهم تطمن عليهم وهم متابعينهم ومش سايبينهم وما فيش حاجة من اول يوم انت بقى تحفيه من اول يوم وهو في المشرحة وانا وقعت معاهم من ساعة ما استاذ وقيل براشي كان بيصور معنا وكان بعد كاميرته من اول يوم وانا معاهم ما سبتهمش لحد النهاردة وعمري ما سبهم دي حاجة في القابة انا ولا واخد ترويس عشان حد يشكك فيها ولا هيا تتباع اصلا يعني هتتباعي ازاي مش فاهم برضو قالوا ان انا اطلعت على قناة بتاعت حد قريبهم لا يا بشر ده علاقة وده علاقة ما في حدش يفصل ايه نوع البيع اللي ممكن يتقال انا كمحامي مدعب الحق المدني فقضية زي دي ما لهاش اي مكان ان هو يتقال الكلام ده غير ان هو برضو مستخدم للضغط علي ان هو تشويه صورتي عشان قضية الاساسات كبيرة اللي انا دلوقتي برضو ايه بتوليها فانت ده واجب عليكم يعني انا ما يكون في موقف زي ده انتوا اولى ناس ان انتوا بقافين في دهري وانتوا اللي بتدفعوا عني ما تستنوش ان انا اللي رد انتوا شفتوا ايه في القضية حصل غلط شهود موغدين اتواجهوا بالشهادة فيديوهات صوت وصورة احكام ان شاء الله هاكون راضعة عندنا عايز تمنى لكم طب اساس زينك بس لو الناس مش عارفوا قضية زين ممكن نختصرها قضية زين يعني الله يرحمه ونحسابه عند الله من الشهادة ده انا بسميه ضحية البلطاجة اللي هي للأسف بقتظاهرة برضو بسبب الافلام اللي بتطلع الهطة بتاعت محمد رمضان اللي هي إبراهيم لابيض وإبراهيم الآغدر احنا فلاش أسماء بلعلي لا انا بتكلم على شخصية شخصية كلنا بنعلي مفيش مشكلة على نامبر وان وإبراهيم لابيض وإبراهيم الآغدر كلنا بنعلي اللي هي أولادنا تطلع هو ولا اي حضراتك الشب ده ثانيا يا واحد انتوا بتكلموا في فيديو وانا بتحدد بخط في عيالي ان انا بقولهم معاي بندقية ومعاي حاجة هو دوره في الفن كده هو دوره أصبح لا دوره ما يطلعش ما هو ده ما هو ده الناس ازاي من بيشوفه وبيعلم ولادنا وبيعلم ولادنا هو ده مفروضي هو تسأل قالك أنا جايلي مشهد كده بقى لفزه لا ما فيش حاجة فين الدور الرقابي بقى همك فين الدور الرقابي كل حاجة في المجتمع عندنا ليها دور ليها جهة رقابية نرجع لموضوع زين مختصر فنرجع لموضوع زين زين كان بداية قصته أنا أحكي لهم قصته أحكي لهم اللي حصل فيه عشان هو ما أحكي قصته قصته أنه هو كان نازل يجيب عقيقة ابنه الفجر فوجئ بالجماعة البلطاجية دول تلوع عليه هات لنا الولد اللي هما كانوا متخنقين معاه بكاوة وطعين له إيه دوئ دي وهو رح شهد معاه في المحكمة في القسم واتحكم عليهم بالحبس أربع سنوات بسبب قطع ياد اللي هو الاسمه أحمد ابن أخه مراته وبعد كده هات لنا أحمد طبعا وقال لهم لأ ما أجيب لك أحمد مني أنا مالي ومال أحمد فمش هتجيب أحمد طب تعالى انت بقى وراحوا مسكينه وعملوا فيه طبعا أنا مش قادر أوصفت لكم كم من الانتهاجات اللي دمت ضده من تعطيع ومن تشنيع بالجسة ومن تهكل يعني أنا متجد الفيديوهات وحشية وحشية أنا مش هفتاش إحنا لو في غابة فأنا مش يحصل كياه بنهادة لو طار حتى هيبقى طلقة مش هيبقى الفيس بقى كان عامل رئيسي في الفيديوهات اللي كانت موجودة إحنا برضو لو دخلنا في الموضوع طيب ماهنا ده برضو اتكلمت فيه أنا شفت أكتر من 30 زاوية تصوير فيديو للجريمة دي الناس دي وقفت صور سحل سحل بالتوكتوك وبقى يدريجي ودرسك حدف من البيت وحدف التالت من دور التالت من دور التالت وطعوه في الارض وطعوه في الارض وطعوه في الارض أنا بصراحة على مر عمري في المهنة وفي القتل وفي كل اللي احنا بنشوف ما شفتش أنا تقريب المنظر ده إيه الجحود ده ده مفيش رحمة في قلبهم ولا أي حاجة ممكن طيب أنت متخيل يا سيد المشهر وهو الولد بيموت تحت فيه واحد في الدور اللي فوق قال له لو طلق جات عينها هنزل قتلك طب ما ده زل دي اشتفعت على زل ده قريبهم هاصل اللي بيتكلم ده قريبهم اللي كان واقف فوق في البلكونة بيقولك لو حاجة جات ناحيتي ولا حد طلق جات ناحيتي أنا هضربكو بالنظر ده قريبهم طب أنت يعني عشان أنت خاف على نفسك بس أنا كم من ناس بقولك وقفين بيصوروا إيه ده فين النخوة أنا شوف واحد بيتقطع ومتعرض اتقلع هاتك عرض في الشارع تقلع هدوم ومتعامل فيه كل ملت 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 ويقعد يقطعه فيه اضربه فيه وهو يعني كل حرام عليك عايزه راح تقلعه بيتقطع ويموت جري في دور أول وبيقولهم محموني محدش حماه راحوا نزلين رميونهم بالدور الثالث بالفعل ونزبه عليه تاني وعدوا عليه بالتوكتوك ثلاث أو أربع مرات رايح جاي بالتوكتوك فوقي إيه ليه عمل إيه عمل إيه عمل أشي تعمل فيه كل ده فأنا بطالب طبعا أنا إن شاء الله أنا عني الثقة تهمة في القضاء إن إن شاء الله عاقوبة هتبقى رضعة بإذن الله وهيبقى فيه أكتر من إعدام إن شاء الله في القضية ده توقع الشخصي يعني أنا أتمنى ده وأتمنى إنهم كلهم أسنتم إعدامهم يعني عشان نرايحهم نرايحوا البشرية من الأشكال دي وطبعا إحنا ما بقتش الظاهرة دي بس إحنا بقنا لقينا راجح ولقينا فيه كذا الموضوع بقى منتشر برضو ده محتاج توعية ده عضية تروح دي كارسة حيالية فعلا كارسة الموضوع بقى داخل في البلطاجة والانتحار اللي طالع دلوقتي يعني أنا لسه كنت بطالع أنا لسه نطلع تصريح النهارده أنا بطالب الأزهر وبطالب الكنيسة وبطالب وزارة الشباب والرياضة بإنهم يعملوا حاجات توعوية للشباب طب مين اللي طب برضو نرجع لموضوعنا الرئيسي مين اللي طلع الفيديو بتاع الشاب المنتحر في العلبور تخيلوا اللي هم جابوا جابوا لجاب الفيديو عشان يسير بلبلة ورأي العام وجاب الولد وهو طول مين اللي صوره مين اللي عارف ان هو هينوتو هنتحر ووقف بستني صوره دي كاميرا محطوطة كاميرات مرأبة من ضمن يعني دي كاميرات مرأبة للبرج نفسه ازاي تتصرب من مكانها وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هي دي برضو المشكلة دي كاميرات مرأبة موجودة على البرج من ضمن كاميرات المرأبة ازاي تطلع ده اللي يتم سؤال المسؤولين يتم سؤال المسؤولين عنه ده يعني بتصير الغضب منصير الغضب الناس ازاي انت تطلعهم منظر بشع منظر واحد مصمم على الانتحار ازاي ما ده بقى حاجة تضيقك فعلا وفي نفس الوقت نرجع لما رجعنا ان احنا دلوقتي بنكافح زواهر جديدة على مجتمعنا تمام فلازم نبقى على نفس الوعي اللي احنا فيه يعني زي ما انا قلت بل كده احنا في معركة وعي يعني احنا مش خلاص الموضوع ما بقاش سلاح وحرب وزي ما انا قلت ولا دبابات ولا بتاع بقى شوية كلامة على السوشيال ميديا يعملوا كارسي يعملوا حرب يعني انا مش هانس انا واحد من الناس انا اليوم بتاع الكلب اللي برا ده فاهم وتسمحولي ان انا في التعبير ده اللي هو بتاع مش عايز اقول اسمه مش عايز انت اسمه اللي بيهاجمنا او بيسيق رمز دولتنا جرينا كلنا ونزلنا عند المنصة وتصورنا وبست من هناك هوا ازبتنا للعالم كله اتبهدنا ازبتنا في العالم كله ان ده كذاب لحظة الزفت الاطراني اللي اسمه محمد علي ده ده الكلب الكلب وفي هو مش كلب دخاين وعميل ولازم كده يتحط في مشنقة ويتشمق فورا انا عمر مرضي تقول اسمه وكل الناس دخاين وعميل احنا يا ريت من المنبر من المنبر العالمي ان احنا نطالب اسقاط الجنسية انا طالب انا طالب انا بطلب انا بنأكل مش هو بس مش هو بس والبلد عواء النور الناس دي ميفعش الحيوان لا يجسل يعني معالي النقيب سامع عشور شطابهم من النقابة ده كان نقابة هو ده الاجراء تم ضدهم طب بقيت الاجراءات بقى اسقاط الجنسية سحب الجنسية لا ما حرامي دي انا اتمنى الحيوان محتز مطر سقوط جنسيته فورا الحيوان الحيوان التالي اسقاط جنسيته لا انا عايزين يجيبهم لنا يجيبهم لنا بص طب يتحاسبوا فين بقى الاعلام اللي بيرد عالكلام ده فين الاعلام اللي بيبقى الانجازات اللي الرئيس 24 ساعة لكن فقره بيعملها والسياسة الدولة اللي ماشي بيها الانجازات انت اتكلمنا من بعد ساعة ما بدأنا الحالة عن اي انجاز الدولة حمالته بننكلم في الجرائي طبعا فين الناس اللي بترد عليهم هم بيعودوا يعني احنا بعد ما نخلص دلوقتي هنتقوا مننا شوية حاجة ويعودوا يتريعوا علينا وزي ما انا قلت يجيب لك معلومة من اي قصة زي بتاعة البرج مثلا اي احوار وروح هتطلق حاجة حقيقية ويلف لك بقى ان البلد كلها كده وبالمنظر ده وحالات انتحار وحالات انا عايز اقول لك حاجة فلقاء سيد الرئيس عبدالتاح السيسي اخر يعني كان في لقاء بخصوص الانترنت كانوا جايبين وحدات سكانية تمام اكن الوحدات مشارخة وجايبين كاميرا وبيسور الحق الوحدات مشارخة قالك ده فوتوشوب والسياد الرئيس قالك شوفوا بص بقلبوا ازاي وبرضو زي العربية المشهورة المكتوب عليها باشا مصر شالي الستيكر وحطها قالك شوف اللي الناس بتمشي ازاي بقى فيه فوضى رهيبة واحنا بنسد وحقيقتها ايه حقيقتها ده فوتوشوب طيب هو ده اللي نتكلم فيه يعني هو ده اللي نتكلم ان اي حاجة بقت ممكن تتعمل بس ازاي انا صدقها او ازاي انا اتطبع المصدر بتاعها تحرد دقة محمد بيه قولتلي هنتكلم عن موضوع التوريس اه اه قبل الحلقة والله الحقيقة من ضمن المشاكل كبيرة اللي بيعانمينها المجتمع المصر كله مسألة اكل ميراس البنات او عدم توريس البنات ودي مشكلة محتاجة وعي عام ليه لانها اه مشكلة بتعاني منها مصر سواء كان في الصعيد او كان في الريف المصري او حتى في الاحياء الشعبية اللي موجودة في داخل المدن الكبرى والمدن الصورة ايضا الحجج اه حجج سيئة ليه لانه عرف فاسد تقاليد بالية واولة واخيرها ظلم ظلم ليه لان الشرع المراس بالذات تفرض المولى سبحانه وتعالى بتحديده لم يترك حتى لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانما كانت كلها فرض من الله سبحانه وتعالى ولما ربنا يفرض شيء يقولوا تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فيبقى هذا من عند الله سبحانه وتعالى هنا لما يبقى الشرع الحنيف يؤكد ان الرجل مصلى حظ الانسان انت بقى بتاخد كولد او كرجل بيحرم الاخت بحجج كتير بعض الحجج يقول لك والله انا عايز الارض بتاعت العيلة ما تروحش العيلة تادي طب ما هي دي واحدة من افراد العيلة طب لو انت فعلا عايز كده طب اشتري لها ارض ما كان الارض او عقار ما كان العقار وصيب ارض العيلة زي معي طب انا هسأل بس سؤال بقى مهم جدا انا دلوقتي مثلا على سبيل المثال ليا اخت تمام والاخت دي لها مثلا كتعة ارض تمام معاها في نفس المراس اقدر انا استغل الارض دي وترفع عواضي مرة واثنين بقى الوضع القانوني اللي الاختي تقدر تاخد ارضها او نتقاسم فيه اكتر من الاجراء لو ما فيش ما فيش ما قلنا ما فيش اسمة بالترادي بنعمل فرز وتجنيب تمام تاخد وقت طويل مشكلة ما انا قلت في حاجة في حاجة اسمها خبير في الحاجات دي الخبير هو المحكمة بتحكم على دوق تقريره فلازم ننتظر بتتعرض على الخبير تمام بتروح بتحدد لها عشان هو اللي بيشوف الارض قد ايه ومساحية قد ايه ويقيمها عشان نقدر نعرف حقها ايه تمام بس فهي دي المشكلة اللي بتواجهنا مسألة الوقت يعني بتتروح مثلا من سنة لسنة ونص من سنة لسنة ونص اه فرز وتجنيب كتير قوي عشان نتبه خبير اه فيه اجراءات يعني الخبرة انت لو روح تكمل خبرة الكمل العضايا اللي بتروح الخبرة كم مهول جدا برضو من ضمن التلابات اللي احنا كنا بنطالبها انهم هيزودوا عدد الخبرة عشان استوعب الكمل هائل من القضايا اللي بتقرد عليهم عشان الانجاز يعني عدالة الناجزة دي ده اللي احنا نسعى بيه الناجزة ويكون عادلة يعني ما انا ممكن تبقى ناجزة وظلمة ده انا عايز الناجزة المعقولة تمام العادلة تمام مش عايز الناجزة وخلاص تمام ده احمد اللي عايزه وانه وجد نظر ان ده قانونا هو ده المطلوب ان انا اتحرط دقة يعني مثلا زي موضوع عادية زين انت بتتكلم عليها مفيش حاجة اسمها في يوم وليلا الناس اللي كلها متعطفة مع زين وعايدة تطالب بحق زين ترضى ان واحد من اللي موجودين دول يكون بريئة عدم لا طبعا بس يبقى لازم المحكمة تتحرح هل دول تم فعنا فيه تحريات فيه فيديو اللي تبقى نتصرع على حساب العادية انا عاقب برضو على كلام بسيش رحمة حمزة بالنسبة للغير العالمين بالقانون او اللي بيجهلوا القانون من المواطنين العاديين بيسأل ازاي اهضاية متصورة والدنيا كلها شفاء وتقعد ثلاث سنين يا فندم احنا مقايدين بقانون اه وين بقى الثلاث سنين فيه ناس بتقول اه ما كملتش سنتين فيه قانون القانون ده ليه اجراءات اسمها اجراءات جنائية من حق المتهم ابدأ دفاعه ويجب على المحكمة تحقيق تلك الدفوع كاملة والرد عليها وسردها في الحق ده القانون فانا لما يجي لي محامي المتهم بيدفع بدفوع الدفوع دي من شأنها ان تجبر المحكمة على تأجيل نظر الدعوة والتحقيق في تلك الدفوع يعني تعقيبا لكاملة مشاركة رحمة حمزة احنا تم ابداء دفع امام المحكمة بالنسبة للمتهمين في قتل زين بانه هم غير مسؤولين عن افعالهم وان هم مختلين ومختلين عقليا وراح فعلا نتكشف عليهم فكان يجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوة واحالة المتهمين الى مصلحة الطب الشرعي او الى المستشفى العباسية للكشف على قوام العقلية الاستبيان عما اذا كانوا مسؤولين عن افعالهم في تاريخ الواقع من عدمه ورجع بالفعل التأرير ان هم كانوا مسؤولين عن افعالهم وان هم غير نقصين الاهلية وان هم عقلين تتخيل احنا اصحاب رسالة انا بوجه رسالة للزملاء انا المحامين يا جماعة احنا اصحاب رسالة مش معنى ان انا واقف على متهم انا برضو بحمل رسالة وشريك في العدالة مع القضاء الجالس على اسم القضاء الواقف فمش معنى ان انا عن متهم ان انا احاول بطرق ملتوية او غير سليمة ان انا اصهر برات انا بدافع عن قانون تمام فتم انا عايز اوضحه لك ان بعد ما طلع تأرير من المستشفى العباسية بيفيد ان المتهم دول مسؤولين عن افعالهم ومنهم كمير تم التعنى تاني ورحبين متهم تاني من ضمن المتهمين قال لك مهو ده كمان مجنون فجماعة المحكمة برضو قضاء بتاعنا القاضي ماينفعش يقول انا عارف قضية تمام حتى ولو يعرفها لازم يستشعر الحرج ويحلها للدارة تانية تمام لهو حتى شاهد القضية ده برضو من نزهة القضاء تمام فماينفعش ان انا اروح ادفع دفع قدام محكمة واقول ان ده مجنون والمحكمة تكمل لما يازم تأجل عشان تحيله برضو ويازم تستدعي كبير لطباء الشرايين اللي كشف عليه علشان يضلي بشاهدته ويقر بصحة حقول فدي مش في ايدينا انا كمحامي مجني عليها محادة كبيرة طباء الشرايين اللي تخلف عن الحضور تمام 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 حمزة دفعت بعدم اختصاص المحكمة انا دفعت بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوة تمام في جلسة من الجلسات الماضية اسمائة الدولة واحالتها لمحكمة امن الدولة والي طوارق لان الجريمة فعلا تشكل جريمة امن الدولة طوارق فيها سلاح فيها استعراض قوة فيها ترويع مواطنين فيها ترويع مواطنين فيها كل فيها تمثيل بجسة فيها قتل عمد مع صفق اصرار وترصد فيها تشكيل عصابي صحيح كل ده بيبيح عايزة تاني ولكن من حق انا بس ابقى بعقب على طول المدة ايا كانت الجماعة دي اجراءات دي دفوق بتبدأ من المتهمين ينبغي على المحكمة تحقيقها والرد عليها فلازم المحكمة تتأكد من كل دفع احنا بالنسبة لنا قدام الرأي العام الرأي العام كله شايف من المفترض ان انا كمحامي يمكن مستشاة رحمة حمزة بسم الله ما شاء الله يعني اتعرف عنه ان هو محامي المدعب الحق المدني هو محمد مجني عليهم هو دايما بيدور على حق يعني الحمد لله انا عايز اقول لك الكومنتات انا عايز اقراها الناس كتبة مستشاة رحمة حمزة راجل المهمات الصعبة بجد قضية زين ربنا اويك وان شاء الله ياخده اعدام ده محمد وحيد كومنت التاني مشهر رحمة حمزة اسد المحامين ربنا اويك يا رب ويحافظ عليك بجد انت قدوة وانا محمد صغير ونفسي قبة زيك طالت كومنت مكتوب لي اه اقول لي المشهر رحمة حمزة انا بحبك قوي وخليه مكمل واحنا في ظهره ومش هنسيبه ومنحبه جدا وانا والله انا وحبكو كلهم والله اوحب كل الناس يعني احنا في فيديو عند حضرتك لطريدو ده رد بقى قامات نقابة محامين مصر عايز ردود وتضامن لان احنا ورد برضو المشهر من اشعات ولان انا برضو حاجات رمضان كشك لحظة واحدة طيب لحظة فيه رمضان طيب معنا مدخلة أستاذ رمضان كشك ألو ازايك يا سبت النقيب أخبار ما عليك أخبار ما عليك إيه عضو مجلس نقابة المحامين شمال القاهرة أخبار ما عليك شمال القيزة شمال القيزة ما تلقاش يا رايز إحنا حفزين يا رايز إزايك مع المخير إزاي حضرتك مع المخير إزاي ما عليك يا رايز منوارنا يا فاندم في البرنامي الله يبارك في حضرتك ربنا يخليك أستاذ متولي مستضيفنا النهاردة فكانت فرصة عظيمة ربنا بارك في سعادتك يا رب كنا بنتكلم على المواريس بشكل عام ودخلنا في الموضوع القضية بتاعتي لحقيق طبعا كنت حاضر معايا التحقيق فيها وربنا يا رب ما شكرت حضرتك مش هو فيك حقك يوم ما كنات ساءنا على سبيل السبلال وحقيق فضلت موجود لغاية ساعة 12 ونص بالليل يعني بجد في تأخيرك وجزيل الشكر حضرتك كنا عليك يا حمدين ربنا خليم ربنا عليك ساعدتك كنا عايزين نسمع تعقيب من حضرتك على القضية دي هو التعقيب هو مش تعقيب اه 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 انا قدر اقول لحضرتك ان من حرم من حرم ويرسه من يرسه من حرم من حرم وارسه من يرسه حربت عليه الجنه ده ده مبادئ شريع الاسلامية والاحديث وكل الاريان معاك يا فندم سامعينك معاك يا فندم معاك يا فندم معاك يا فندم سامعينك كمّل يا فندم ساعاتك بتقول التعكيم على موضوع الموريس فانا بقول لحضرتك ان بصول الله عليه الصلاة والسلام وكل الاديان وكل انا جيبتلك من اخر يعني انا عايز اعرف يعني بما ان حضرتك طبعا نقيبي وافتخر طبعا مبدافع بنا بارك بساعاتك يا رب عايز اعرف يعني انا اللي بتعرض له في اضياء زي دي من جنح سب وقصف طبعا الحمدلله واحدة دي اول واحدة اخدنا فيها براءة انا محبش اتكلم ومحبش اتعب النقابة في الكلام الصغير ده وقضية تانية ان هو يتهموني بان انا خطفوا وقتلوا يعني ايه رأي حريك ان انا بحد محامي مسلا يكون ماسك قضية واتعرض بكل انتهتد التجاوزات يا احمد ديك بالله مرفوضة وانا انا 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 بقول ان انت بينك وبينهم والناس القانوني يعني بينك وبين الناس القانوني وانت ما تترجفش فاطل ما تشاهد ان موقفك صح وموقف الموكليين بتوعك صح وحققهم ثابت ده ثابت شرعا وثابت قانوني ما تترجفش وما تهبش اي حد لا انا انا مبهبش يا رئيس انا كل انا تاين رئيس انا تاين احمد ديك والله واللي عملوا ساد انا طبعا انا بصراحة انا اتطمنت بكو اكتر ان احنا ما بنتخلاش عن بعض وان فعلا بنقابة في ظهر المحامي ان ما بيخطأش وحتى وان اخطأ انا دوري كنقابة ان انا بقى في جنب المحامي وفي حالة ما بلاقي المحامي مخطئ انا بحفظه صحيح هو ده اللي احنا عايزينه ان محامي دي حق نقف جنبه وان لغاية ما نجيب له حق ومحامي اخطأ ده اكيد ده دوري النقابة ده دوري النقابة انا بتحمي عضاها ده واجب النقابة عم علي النقابة هو انا بتحمي عضاها واللي بتتجاوز سيوم بتحظه مزبوط ده اللي احنا طلبين بتتجاوز سيوم بتحظه موقف زي ده حضرتك بتفسروا بايه او مثلا يعني انا انا والله هي ضغوط ضغوط عليك عشان تتراجع عن موقفك وانت شايف ان موكلنك على حق والقانون معاهم والشرع معاهم لا انا انا بمسك كده ده 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 بادوس اكتر الموضوعات دي بتقويني ما بتتبقى اثنينش الحمدالله الموضوعات دي بتقويني ما بتتبقى اثنينش طواما ان ساعاتك شايف ان الموضوعات كلها ان الناس لها حق وده حقي مراس يعني بحاجة ثابتة بالدين يعني انا بقولك النهاردة يعني فيه جزاء ايه اكتر من الحرمان من الجنة طيب انا ما عليش هسأل حقيقة سؤال يعني ما فيش جزاء اصعب من كده سؤال برضه يعني بجد ما احتاج يعني اخد رؤية حضرتك فيه معلش لو عاد اذن حضرتك يعني انا عايز اتكلم على موضوع الجامعة هل يجوز المستشار الاعلامي اللي جي مسك الجامعة ده ده دلوقت ان هو يمسكها هل يجوز الاسم ده يكون موجود وسط بناتنا واخوتنا في الجامعة انا انا معرفش مين مستشار الاعلامي محمد فودة لا ده عشان ده مستشار الاعلامي محمد فودة بصفته المستشار الاعلامي لجامعة مصر تبقى للقرار رقم اربعين الصادر من رئيس مجلس رمو التكنولوجيا برقم القرار انا مش عايزين نقول اسامي بعد اذنك معالي النقيب يعلق على ده انت تتخيل انت بنتك في جامعة تمام بيمثلها واحد كان متهم في قضايا فساد ورشوة تمام احنا اتفقنا احنا اتفقنا ما نجيبش اسامي معالي النقيب يسأل مين بصفته تمام نستاذنكم نطلع باصر بشكرك جدا سات النقيب شكرك جدا يا فندم نطلع باصر ونقضلك على طول شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة